المرأة التي تعد إحدى أكثر الفئات ضعفاً وتأثراً بالحرب باتت تشكل هدفاً من أهداف الميليشيات الكثيرة التي لا تنتهي سلسلة انتهاكات ميليشي الحوثي بحق الناشطات والنساء المعارضات لسياساتها باتت تأخذ منحاً تصاعدياً يوماً بعد آخر وسط صمت دولي حيال ذلك تقول مصادر حقوقية إن الميليشي لا تكتفي باعتقال النساء فقط بل تمارس عليهم شتى صنوف التعذيب بعد أن تقوم بإخفائهن في منازل خاصة بعيداً عن أماكن الاعتقال الرسمية وفقاً لوكالة أسوشايت البريس الأمريكية فإن التقديرات تشير إلى أن عدد النساء المحتجزات في سجون ميليشي الحوثي بصنعاء يتراوح بين 200 و350 امرأة وهو رقم قد يتضاعف إذا ما تخلى المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته حيال ذلك وأمام تمسك ميليشي الحوثي بحالة الإنكار لما وصفته بمزاعم التعذيب والاغتصاب بحق المحتجزات في سجونها يؤكد تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة وجود تلك الانتهاكات مشيراً في وقت سابق إلى أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر